انطلقت اليوم في لهايفي هولندا المرحلة الثالثة من محاكمة المتهمين باغتيال رئيس ووزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرين وسيراجع القضاء خلال هذه المرحلة خمسة آلاف صفحة ووثيقة تتعلق بجريمة الاغتيال من بينها شبكات الاتصالات التي استخدمها المتهمون إضافة إلى نصوص إفادات 307 من الشهود بعد ذلك تنتقل القضية إلى مرحلة النطق بالحكم في جلسة علنية ثم جلسة علنية أخرى تتحدث فيها العقوبة لكل المتهمين إذا وجد أنهم مضنبون أما المرحلة الأخيرة فتتضمن مطالبة سلطات لبنانية بإحضار المدانين بهذه القضية الادعاء في محكمة رفيق الحريري أكد ظلوع نظام الأسد في اختيال الحريري فيما أشارت هيئة التحقيق إلى أدلة دامغة على تورط المتهمين وتنظر المحكمة في دور أربعة رجال يشتبه بأنهم يقفون وراء مقتل الحريري والمتهم الرئيس في هذه القضية مصطفى بدر الدين القياد في ميليشيا حزب الله والذي يصفه المحققون بأنه العقل المدبر للإغتيال وبالتالي فلن تتم محاكمته لأنه قد اغتيل ويبقى بذلك سليم عياش المتهم بقيارة الفريق الذي تولى قيارة العملية ورجلان آخران هم حسين العنيسي وأسعى الصبرى الملاحقان لا سيما بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية كما يواجه حسن حبيب مرعي عدة تهم بما في ذلك التواطف في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب هذه الجريمة وسيكون القضاء الدوليون في مواجهة قفص اتهام خالم في المحكمة التابعة للأمم المتحدة والتي أنشئت في العام 2009 لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رفيق الحرير وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان إلا أن حزب الله رفض هذه التهمة والتورط في عملية الاغتيال كما رفض التسليم المشتبه بهم وبذلك سيحاكم المتهمون غيابيا وحتى بدون الاتصال بمحاميهم